ركب قيس بن الملوح ناقته عليه حلتان من أبها الحلل فمر بامرأة من قومه يقال لها كريمة وعندها نسوة يتحدثن وبينهن ليلى فأعجبهن جماله وأناقته فدعونه إلى النزول كي يحادثهن فنزل وبعد حين عقر ناقته وشوالهن وظل يحدثهن ويحدثنه حتى مالة الشمس فإذا رجل يسوق أعنزا له يمر بالمكان فدعونه للنزول وأخذن يحادثن صاحب الأعنز وانصرفن عن قيس فغضب وقام عنهن وفي يوم آخر مر المجنون بليلى قاعدة مع نسوة فدعته للنزول فنزل وبين ليلة تحادثه إذ أقبل فتى من الحي فدعته وأخذت تحادثه سرارا بهمس والمجنون ينظر وفي عينيهن غضب ثم قالت للفتى الآن انضي لشأنك فمضى ونظرت في وجه قيس فوجدته ممتقعا متغيرا وشق عليها ذلك حقا لقد أرادت أن تلوعه وتختبر ما عنده لها ولكنها أسرفت فأنشأت تقول وهي تنظر إلى قيس كلانا مظهر للناس بغضا وكل عند صاحبه مكين تبلغنا العيون بما أردنا وفي القلبين ثم هوى الدفين فلما سمع قيس هذين البيتين أغمي عليه فنضحت النسوة الماء على وجهه حتى أفاق كان هذا بدء الهيام بليلة جن بها فسمي مجنون ليلة وهام على وجهه ومات عشقا اشتهرت للمجنون قصيدة سماها النقاد المؤنسة لأنه كان يجد أمسا بإنشادها تذكرت ليلة والسنين الخوالية وأيام لا نخشى على اللهو ناهية فيا ليلة كم من حاجة لي مهمة إذا جئتكم بالليل لم أدر ما هي فما أشرف الأيفاع إلا صبابة ولا أنشد الأشعار إلا تداويا خليلي لا والله لا أملك الذي قضى الله في ليلة ولا ما قضى ليا قضاها لغيري وابتلاني بحبها فهل بشيء غير ليلة ابتلانيا وخبرتماني أن تيماء منزل لليلة إذا ما الصيف ألقى المراسيا فهذه شهور الصيف عنا قد انقضت فما للنوى ترمي بليلة المرامية وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظناني كل الظن ألا تلاقيا فإن تمنعوا ليلة وتحموا ديارها علي فلن تحموا علي القوافية وهذه القصيدة تروى بروايات كثيرة وبزيادات كثيرة لقد فتن الفرس بقصة مجنون ليلة رغم ما عندهم من قصص العشق والغرام في أدبهم الشعبي وغير الشعبي رأوا في القصة شيئا فاتنا رأوها تمثل الحد الأقصى من الهيام وقص علينا أبو الفرج الأصفاني في كتابه الأغاني قصته مجنون ليلة في نحو مئة صفحة وذكر روايات متضاربة وكثيرون من نقاد الأدب قديما وحديثا يقولون كل حكاية مجنون ليلة من وحي الخيال لم يكن هناك ليلة ولا قيس ولا كان هناك كل هذا الذي حدث كثيرون يقولون كان هناك قيس وكان هناك ليلة وما روي عنهما فيه مبالغة كثيرة